نحن نعيش في عالم من الألوان الأحمر، الأخضر، الأزرق لكن هل هذه هي كل الألوان؟ ماذا لو كانت أعيننا عاجزة عن التقاط جزء هائل من الواقع؟ نحن نظن أننا نرى كل شيء لكن الحقيقة أن رؤيتنا ليست إلا فصلاً صغيراً من كتاب الكون فبين البنفسجي والأحمر يمتد شريط ضوئي نراه لكن خارجه تتفتح أبعاد خفية لا مكان لها في قاموس الإدراك البشري فهل هناك بالفعل ألواناً في هذا الكون لا نستطيع رؤيتها؟ وكيف ترى الكائنات الأخرى هذا العالم؟ وهل يمكن للعلم أن يمنحنا القدرة على تجاوز حدود أعيننا والقدرة على رؤية كل الألوان في الطبيعة؟ في هذا الشريط بحول الله سنغوص معاً في أعماق فيزياء الألوان نستعرض ما نراه وما لا نراه ونتأمل في أسرار الإدراك بين العلم والروح والفلسفة رحلة تبدأ من العين وتمتد نحو حدود الوعي فتابعوا معنا تأملات فيزياء الألوان كيف نرى العالم؟ تخيل أن هناك ألواناً تحيط بك الآن تملأ الغرفة تنبض في السماء تلمع على جلدك لكنك لا تراها لأنك ببساطة لا تملك القدرة على رؤيتها نحن نعيش في فقاعة ضيقة من الطيف الكهرومغناطيسي لكن ما لا نراه أعظم بكثير مما نراه الضوء ليس مادة بل طيف من الطاقة يسافر كموجات كهرومغناطيسية من هذا الطيف اللامتناهي نحن لا نرى إلا شريحة ضيقة تعرف بالطيف المرئي العين البشرية لا ترى سوى جزءاً ضيقاً يتراوح بين ثلاثمائة وثمانون نانومتر بنفسجي وسبعمائة وخمسون نانومتر أحمر خارج هذا المجال ينتشر طيف واسع من الإشعاعات من الأشعة السينية والمكروية إلى الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء عوالم كاملة من الضوء غير المرئي بالنسبة لنا هذا القصور ليس صدفة بل ناتج عن بنية بيولوجية محددة فشبكية العين البشرية تعتمد على ثلاثة أنواع فقط من الخلايا المخروطية تستجيب للأطوال الموجية الأساسية للأحمر والأخضر والأزرق عندما يسقط الضوء على العين تحفز هذه الخلايا بنسب مختلفة حسب الطيف اللوني وترسل إشارات كهربائية إلى القشرة البصرية في الدماغ يقوم الدماغ بمعالجة هذه الإشارات ودمجها لتكوين الإدراك النهائي لللون مثلاً تحفيز قوي للخلايا الحمراء والخضراء بنسب معينة ينتج إحساساً باللون الأصفر مما يظهر قدرة الدماغ المذهلة على تركيب الألوان من إشارات بسيطة هذه الخلايا تترجم الضوء إلى تجربة عقلية تسمى اللون وهي تجربة ذهنية خالصة لا تعني أن الألوان موجودة فعلياً في الأشياء بل هي نتاج تفاعل الضوء مع وعينا من هنا ندرك أن إدراكنا اللوني ليس انعكاساً للواقع بل مجرد قراءة جزئية للكون بلغة حسية مشفرة تفرضها حدود أعيننا ودماغنا حسب دراسة نشرتها مجلة نيتشر عام 2014 البشر يرون حوالي مليون لون لكن هذا جزء صغير فقط من الطيف الكهرومغناطيسي الكوني ليست كل الكائنات تشترك معنا في هذا الإدراك المحدود فالحيوانات، الحشرات، الطيور، والأسماك كل منها يرى الكون بطريقة فريدة وفقاً لبنيته البصرية الطيور مثل الحمام والنسور تملك خلايا مخروطية رباعية أو خماسية ما يسمح لها برؤية ألوان تقع في نطاق الأشعة فوق البنفسجية فتفتح أمامها أطيافاً لونية لا يتصورها العقل البشري النحل يرى الأزهار بطريقة مختلفة تماماً إذ تظهر له خرائط توجيهية بالأشعة فوق البنفسجية لا تظهر لنا أما الفراشات فترى عالماً مغموراً بألوان متعددة الطبقات بفضل رؤيتها الطيفية الواسعة بل إن بعض أنواع الروبيان السرعوف تمتلك أكثر من إثنى عشر نوعاً من الخلايا البصرية أما في أعماق البحار حيث يسود الظلام فترى بعض الأسماك الأشعة تحت الحمراء وكأنها تملك نظارات حرارية طبيعية مع التقدم العلمي بدأ البشر يحاولون تجاوز القيود البيولوجية للرؤية أجهزة الاستشعار الكهروضوئية والنظارات المتخصصة والكاميرات الطيفية باتت تمكن الإنسان من رؤية الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية أحدث التجارب من جامعة ستانفورد سنة 2023 حيث طورت عدسات نانوية قادرة على كشف الضوء فوق البنفسجي عند تركيبها داخل نظارات طبية وهناك أبحاث على زراعة مستقبلات ضوئية اصطناعية في شبكية الإنسان لتحسين أو توسيع مدى الطيف المرئي كما يقوم الذكاء الاصطناعي الآن بمحاكاة رؤية الكائنات الأخرى عبر تحويل الصور الرقمية إلى ما قد تراه الحشرات أو الطيور وهي خطوة نحو تفكيك مركزية الإدراك البشري لكن كل هذه الابتكارات تعيد طرح سؤال جوهري هل التوسيع التكنولوجي للرؤية يعادل التوسيع الحقيقي للوعي؟ اللون ليس خاصية فيزيائية ثابتة بل تجربة حسية ناتجة عن التفاعل بين الضوء والدماغ اللون لا يوجد في الشيء نفسه بل في وعينا به من منظور فلسفي كما قال إيمانويل كانت نحن لا نرى الأشياء كما هي بل كما نحن وفي علم الأعصاب اللون يفهم على أنه ترجمة إدراكية للذبذبات الضوئية الصوفيون تحدثوا منذ قرون عن أنوار لا ترى بالعين المجردة بل بالبصيرة كأنما يدرك القلب أطيافاً لا تسكن في الطيف الكهرومغناطيسي بل في الطيف الروحي وهكذا يصبح اللون أكثر من إحساس يصبح باباً للتأمل في حدود الذات وفي العلاقة بين الإدراك والحقيقة يقول كارل يونغ اللون هو لغة الضوء ونحن فقط من يقرأ هذه اللغة بنمطنا البشري نحن نعيش في كون تغمره ألوان لا تعد ولا تحصى لكننا نرى منه شريحة ضيقة لا تمثل الحقيقة الكاملة إدراكنا اللوني محدود بيولوجياً مقيد بثلاثة مستقبلات حسية ويختلف تماماً عما تراه الكائنات الأخرى وما نعتبره حقيقة مطلقة قد يكون مجرد ظلال في كهف الإدراك لكن ربما تكمن قيمة هذا الإدراك في أنه يدفعنا إلى التواضع فالحقيقة ليست ما نراها بل ما نعجز عن رؤيتها شكراً لمتابعتكم ويسعدنا إعجابكم بالشريط وتعليقكم يحفزنا ويشرفنا اشتراككم في القناة مجلة الثقافة والفنون روابط اشتركوا في القناة